أهلا أحبائنا مشاهدينا الموضوع اليوم صلاة من أجل العابرين البعض منكم شاهد البث المباشر يوم الأربعة على القناة الفضائية قناة الحياة وشفتوا كتير من العابرين اللي سكبوا قلوبهم بالصلوات من أجل شعوبهم بس استمر الموضوع وكتير تواصلوا معاي بشكل شخصي وفي رسائل كتير من أصدقاء طلبوا أنه نستمر بالصلاة وأنا وعدت أنه نكمل الصلاة من أجل العابرين العابرين إلى المسيح من خلفية إسلامية طبعا إن شاء الله رح يكون في فترة كمان نصلي من أجل العابرين من اليازدية أو الصابقة أو حتى من أحبائنا الدروز لكن اليوم التركيز على العابرين من خلفية إسلامية واليوم الأعداد يعني بكثرة والأعداد عم بتزداد وكتير من المؤمنين بالسر طبعا خوفا من أهلهم أو من الحكومة أو من أجل فقدان وخسارة أمور كثيرة إحنا منصلي إنه ربنا يعطيكو نعمة ربنا يعطيكو حكمة وربنا يعطيكو سلطان كيف تعبره سواء بالكلمة أو بالتصرف أو بالسلوك عن إيمانكو المسيحي لكن ولا مرة تتردد في أي لحظة إنه إحنا مجرد بنتكلم كلام إحنا عارفين في كتير ناس اللي بمروا في ظروف صعبة جدا اللي فقدوا العمل اللي فقدوا الأسرة وعد عن كل أنواع الاتهامات في اللي زوجته تركته اللي هو ترك زوجته الأولاد طبعا تبروا من الأهل وهكذا يعني بتشوف قصص كثيرة جدا والعابر بواجه تحديات كثيرة بس أنا اليوم عاوز إنه أشجع كل مشاهدينا من فضلك إذا بتعرف عابر شجعه وهيك اكتب جملة اللي تشدد إيمان العابر وإحنا منصلي إنه الله يفتح الأبواب حتى يكون في حرية حرية التعبير حرية الرأي وحرية اختيار الدين ما يكون في خطورة ولا يكون في تهديد على الحياة بسبب إيمانه بيسوع المسيح فخلينا نصلي من أجل القبول يعني كونوا مقبولين بشكل عام من الجسد الأكبر اللي هي كنيسة الرب خلينا نساعد بكل معنى الكلمة بالدعم المعنوي وبالدعم الروحي بالصلاة والتعليم والتلمزة والتشجيع وأيضا بالدعم المادة المادة والزيارة أو تعزم الشخص تقبل العيلة وتكون بركة كمان للأولاد ولكل الأسرة تشجعوا أولادكو يندمجوا كمان مع أولاد العابرين خلينا نصلي هذا موضوع القبول موضوع كبير كبير بس خلينا نصلي بإسم الرب يسوع إنه فعلا يكون عندهم هذا الإحساس كتير ناس عاوزة تتعمد مع مدية الماء لكن مش عارفين كيف يتعمدوا خلينا نصلي إنه الله يفتح الأبواب حتى يعتمدوا كل اللي طلبوا المعمودية كمان في كتير من الشباب ومن الشابات اللي عاوزين أو في عمر في سن الزواج وخوفا من الأهل أو من الأسرة أو من المجتمع فبضطر تحت ضغوطات ياخد حد من الأقرباء خلينا نصلي ربنا يفتح الأبواب كمان في موضوع الزواج خلينا نصلي كمان اللي فقدوا العمل إنه الله يفتح أبواب العمل من أجلهم خلينا نصلي من أجل السلطات ربنا يعطي رحمة ربنا يعطي حكمة ربنا يعطي هيك نعمة خاصة في عينهم خلينا نصلي من أجل التعويض الإلهي واسترداد كل مسلوب خلينا نصلي إنه الله يعطيهم كمان حكمة بدورهم يكونوا رابحي النفوس خلينا نصلي إنه الله يكسر كل العدات والتقاليد اللي هي العدات والتقاليد الباطلة اللي بتحط قيود على الإنسان وبتخلي ما يتحرك بحرية خلينا نرفع كل هذه الأمور بصلواتنا خلينا نصلي من أجل الناس اللي بعانوا وبواجهوا من مشكلة الرفض والحرمان خلينا نصلي من أجل الأولاد والبنات خلينا نصلي بشكل عام من أجل كل العابرين واحتياجاتهم حتى الله يتدخل ويتمجد واليوم نعاوز أشجع العابرين اللي بعدك متردد من فضلك تواصل معنا وتأكد إنه لما بتكتب رسالة في سرية تامة بالنسبة للتعامل معاك فما تخافش عندك إخو أخوات اللي محافظين على سرك بالكامل بس أنت محتاج لمساعدة روحية لا تتردد اكتب الآن تواصل معنا مش عاوزين عاوزينك تكون جزء من العائلة الأكبر من جسد يسوع المسيح حتى نتابع معاك كمان وإذا عندك أسئلة روحية بتتعلق بالكتاب المقدس حتى يعني نكون سبب بركي كمان لإلك ولحياتك خلينا نصل من أجل كل خدام الرب اللي بيخدموا مع العابرين واللي بيخدموا على الأرض يعني سواء في الخليج بشمال أفريقيا أو في الشرق الأوسط في الباكستان في أفغانستان في إيران في كتير ناس اللي بتخدم على الأرض ومعرضة لكل أنواع التجارب والاتهدات وفي بعض المناطق يعني في خطر على حياتهم خلينا نصلي من أجل أن الله يعطيهم كلمة وحكمة وسلطان وقوة أيضا خلينا نرفعهم بسلواتنا يا رب أنا بحط كل هاي الطلبات اللي ذكرتها بين إيديك منرفعها إلى عرش السماء إنك تتمجد باستجابة كل طلبي وكل صلاة في اسم الرب يسوع آمين آمين آمين